درس التاني رح يكون عن الـ Controller رح نشرح فيه كافية التعامل مع الـ Controller الـ Controller هو عبارة عن شيء أساسي في أي AngularJS Application هو عبارة عن شيء بربط بين الـ Data فاليوم رح نشرح فيه مثال كافية التعامل مع الـ Controller ورح أبلش في المثال كالتالي أبلش من عند الـ HTML أكتب div وداخل الـ div رح أضيف كمان div هذا الـ div الرئيسي وعندي كمان div هذا الـ div رح يكون فيه ng-controller طبعاً أنا بلشت الـ ng-app في ng-app فخلنا نسميه my-app ng-controller يساوي لـ بنا نعطيه اسم معين خلنا نسميه مثلاً first-controller كونترولر أوكي فبدي أعلمكم الطريقة جديدة أنه أنا عندي لو سميت الـ Controller كان اسمه first-controller وحبيت أعطيه اسم صغير مثلاً نعطيه هكا التالي as-first فهيك أنا بصير أتعامل مع first بدل من أن أتعامل مع first-controller اللي هو اسم الطويل ممكن يكون عندي اسم أطول من هيك داخل الـ javascript أو داخل الـ apple-controller اللي احنا متسميه فبالتالي أنا رح أعمل h1 h1 أضيف داخل h1 إشي معين على سبيل المثال بدي أضيف خلنا نحكي بدنا نضيف first اسم الـ controller اللي عنا هو بكون موجود داخله variable-data.message هذا المسج الـ object data بيحتوي على message plus بدنا نعمل له concatenation damage حكينا عن الـ concatenation حكينا عن الـ damage قبل مرة في الدرس الماضي فـ plus word هسيبيه المثال وووو اوكي فبنسكر الـ begin والـ end او الاشي اللي بعبر عن انو في عندي انا ههنا code angular فبالتالي رح اكتب كمان code div class انو انا شو بكتب شو بكون موجود عندي داخل h1 رح يكون موجود عندي داخل الـ class رح ينادي على اسم الـ class اللي بهذا الاشي اللي موجودة في الـ h1 اللي مخزني داخل variable message فـ رح انادي نفس الشي على first data message يساوي first data message فـ بكون عندي انا كالتالي رح اسكر def سكننا def ورح اعمل هيك sorry اوكي سكننا def ورح نكتب اي شي مثلا اضغط 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 هنا ان اضغطونا خاناته اسم ثانى ايه anything أوكي فلو شغلنا لو شغلنا البرنامج راح يعطينا انه انه ما في عندي انا الهاتف ما عملت مع الانجولر ما في عندي كنترولر هو بالاسم فبروح على المين جي اس هون بدي اضيف الكنترولر الخاص فيي فبكتب كالتالي حاليا انج انجولر.موديول اسم الموديول تاعنا حكينا ماي اب ما كنا بعطين له اي باراميتر سنجد اي باراميتر كنترولر كنترولر اسم الكنترولر راح يكون حكينا فيرست كنترولر بالفيرست كنترولر انا ضفت كان في عندي اسمه كان عندي اسمه اه اه فار فيرست حكينا اسمه فيرست هاي موجود عندي داخل ال html فيرست موجود داخله اه طبعا الفيرست يساوي ذيس عساسة انه نعمل له كاهبجيكت ايه فيرست فيرست دوت data يساوي message والمسيج عبارة عن المثال hello اوكي صار عندنا صار عندنا controller والcontroller احنا رابطينه داخل الاندكس فلو جينا شغلنا مرة تانية مننا الف خمسة hello world تمام hello world بس داخل طبعا لانيثنج بس ما اعطى اي اي css اي style لانه ما في عندنا style في هذا الاسم فلو سمينا style اسمه hello سمينا المثال وعملنا له color red وروحنا شغلنا مرة تانية بنلاحظ انه الcolor عندي هنا صار احمر هذا هو الدرس الثاني في او الدرس الثاني في الانجولر هو الدرس الاول في الcontroller اعتيكم العافية medمه ف turn